للحديث عن مباريات البريمير ليج ينضم إلينا من القاهرة ناقد أرياضي محمد يحيى أهلا بك سيد محمد بداية مباراة منشستر يونيتد وتوتنم عودة من جديد لجزيم رينيو إلى مسرح الأحلام لكنه طلق الخسارة مع فريقه الجديد الاسبرز كيف تبعت هذا اللقاء؟ بالتأكيد المباراة كانت صعبة مباراة كانت قمة للجولة بالتأكيد توتنم أمام منشستر يونيتد واضح أن مورينيو عرف مفاتيح توتنم الحظ لم يساند في مباراته أمام منشستر يونيتد ولكن جيزيم رينيو يحتاج لوقت للتقييم لتقييم تجربته مع توتنم ثلاث مباريات حقق نتائج جيدة نسبيا على مستوى دوري أبطال أوروبا وعلى مستوى الدوري الإنجليزي ولكن جيزيم رينيو من نوعية المدربين الذين يحددون أهداف واضحة بمعنى أن أمل توتنم في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي صعب للغاية في الوقت الحالي على الأقل سينافس على البقاء داخل المربع الذهبي وينقل المنافسة أو ينقل التركيز لتوتنم وجماهيرو نحو دوري أبطال أوروبا ستكون تجربة مثيرة أعتقد لو قرر توتنم وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا كما فعل في الموسم الماضي عندما خسر من ليفربول ستكون تجربة مثيرة بالنسبة لتوتنم وجيزيم رينيو في حال الحفاظ أو الإبقاء على فرص توتنم لأبعد مكانة ممكنة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أعتقد أن هذا هو التفكير الذي يسير به جوزي مورينيو مع التوتنم في الوقت الحالي ماذا عن لقاء ليفربول وإيفرتون غياب محمد صلاح ومشاركة أولى لشاكيري بالتأكيد ليفربول بيواصل صحوته نحو أو رغبته الأكيدة في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي يعني محمد صلاح غاب عن المباراة بالأمس ولكنه كان موجود على دكة البودلاء كبديل جاهز ممكن تدفع به في أي وقت من أوقات المباراة يعني أعتقد أن صلاح يحتاج إلى الراحة كثرة إصاباته في الفترة الأخيرة خصوصا في منطقة الكاحل تجعل يورجين كلوب حريص كل الحرس على ألا يصاب خصوصا أن نوعية مباريات مثل إيفرتون تمتاز بالعصابية والخشونة بعض الشيء وهذا ما رأيناه يعني في أكثر من من كرة كان يعني ما نتعرض للعرقلة أو حتى أوريجي أكثر من كرة فبالتالي أعتقد أنه هو ذا التفكير اللي اشتغل عليه يورجين كلوب في إراحة عدد من نجومه حتى فرمينيو ريح أو لم يشارك من البداية يشارك في جزء من المباراة فبالتالي أعتقد أن يورجين كلوب يعيد تدوير لعبي خصوصا أن أوريجي ليس لعبا أساسيا ولا لانا ليس لعبا أساسيا وشاكيري لم يشارك منذ بداية الموسم في أي مباراة فبالتالي من الدفع بهم في هذه المباراة يؤكد أو يقضي على مقولة أن يورجين كلوب لا يمتلك ذكة بودلاء قوية لليفربول تستطيع المنافسة على البطولات التي يتنافس فيها ليفربول طيب الآن إيفرتون يعاني وهناك تقارير تفيد بأنه ربما يقال ماركو سيلفا في الساعات المقبلة كيف تتابع هذا الخبر وتقريبا اقتراب ديفيد مويس من إيفرتون دعنا نقول أن ماركو سيلفا مرشح للرحيل من قبل مباراة ليفربول يعني إدارة إيفرتون تبحث عن بديل لماركو سيلفا منذ فترة خلال هذه الأيام أو من قبل الخسارة من ليفربول النتائج ليست مرضية للإدارة في الوقت الحالي فبالتالي هناك أكثر من مرشح أبرزهم كما قلت ديفيد مويس ديفيد مويس أحد المدربين المخضرمين في الدور الإنجليزي ليس معنى أن تجربته مع منشستر يونايتد لم تكن نجحة أن ديفيد مويس ليس بقدر الدور الإنجليزي ولكن له تاريخ كبير مع الدور الإنجليزي أعتقد أن وجوده في إيفرتون سيكون بمثابة إعادة الفريق للطريق الصحيح إيفرتون يمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز ولكن لا يعتمد على عدد كبير منهم بدليل هنانديز الذي شارك كبديل في مباراة الأمس لماذا دفع به كبديل؟ لماذا لم يبدأ به المباراة؟ مويس كين أحد اللاعبين الذين أنفق إيفرتون عليهم الكثير من الأموال للتعاقد معه بالنسبة لإيفرتون دفع 27 مليون يورو في التعاقد مع لاعب واحد مبلغ كبير وعدم الاستفادة منه خسارة كبيرة أيضا فبالتالي بعض الأشياء التي تضع علامات استفهام حول قرارات المدير الفني بالنسبة لإيفرتون ماركو سيلفا لم يقدم المطلوب أو المشكلة أصبحت لديه حاليا اللاعبين موجودين في إيفرتون ولكن هو لا يعتمد عليهم وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك ناقد الرياضي محمد يحيى كنت معي من القاهرة